الكون يتوسع فهو يشبه إلى أين يذهب العلم؟ آخر إصدارات الكاتب سمير سماتي كتاب يتناول العلاقة التي تجمع بين آخر ما توصل له العلم وما جاء به القرآن الكريم الانتلاق أتيعي في هذا الميدان الميدان الإحجاز العلمي منذ سنوات طويلة تقريبا حوالي 15 سنة وأزيد ركزت حول الجانب العلمي أو الأبحاث العلمية الآن المعاصرة سواء في مجال كوسمولوجيا علم الكون أو في علم البيولوجيا حتى في علم الأركيولوجيا 178 صفحة تتناول بالتفصيل والتدقيق أحدث النتائج العلمية التي تعنى بأسرار الكون لا يوجد أن تتعارض بين العلم والدين ويقصد بأن العلم الصحيح مع الدين الصحيح دلوا اكتشافات حول مثلا حول موضوع توسع الكون وجدوا بأن الكون يتوسع وهذا ما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى في عدة أيات قرآنية وخاصة في سورة الأنبياء ذكرت بداية البداية الأولى لكون وذكرت نهاية كيف يكون نهاية الكون حينما قال ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نطوي السماء كطيس جل الكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين الإصدار الثالث للكاتب سبقه إصداران آخران يعنيان بالتوحيد كانت هناك رحابة كبيرة جدا يعني من تربط در النشر لطباعة هذا الكتاب حول هذا الموضوع المهم جدا البيئة المحيطة به تشجعه على المضي قدما لتحقيق هدفه نشر الإسلام وهو كتاب قيم على كل حال ويعدل على وجود الله عز وجل وعلى براهين الإيمان لذكرهم ربي في القرآن في آيات كثيرة وهذا الشيء هذا على كل حال نسأل الله عز وجل أن يوفقه لما يحبه ويرضى إن شاء الله بإذن الله نفتخر به نفتخر به بزير نتمنى له يزيد يواصل سمير مصر على مواصلة دربه في نشر رسالة سامية وراقية فهو واحد من الكتاب الذين حملوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن دينه ترجمة نانسي قنقر